رسالة مبهمة من حزب الله لباسيل بعد استشهاد السيد نقطة سوداء في سجل باسيل تضع اتفاق مرمخايل في الواجهة فهل تعود المياه إلى مجاريها بعد التطورات الميدانية والسياسية في لبنان؟ يبدو أن شبح اهتزاز العلاقة بين حزب الله والطيار الوطني الحر يلاحق رئيس الطيار النائب جبران باسيل الذي تلقى رسالة قاسية من مسؤول كبير في الحزب بعد استشهاد السيد حسب ما نقل موقع لبنان ديبيت وفي التفاصيل نشر الموقع خبرا مفاده أن مسؤولا كبيرا في حزب الله نقل رسالة واضحة إلى باسيل مضمونها نقطة سوداء في سجلك أن يستشهد السيد حسن نصر الله وهو غاضب عليك لشريك النصر لشريك النصر السيد حسن نصر الله فهل سيلاحق غضب نصر الله باسيل خلال المرحلة المقبلة؟ وماذا عن العلاقة بين الطيار والحزب فيما يخص ملف رئاسة الجمهورية بعد استشهاد السيد؟ لا شك أن التوتر بين الطيار الوطني الحر وحزب الله زاد بشكل ملموس جدا خلال الفترة التي سبقت استشهاد الأمين العام للحزب الذي نعوه باسيل معربا عن حزنه الكبير لاغتياله وقال في بيان في مواجهة العدو لا خيار إلا أن نكون جميعا كلبنانيين فخلاصنا بوحدتنا والتضامن الوطني فوق أي خلاف سياسي ودعى باسيل إلى ضرورة حماية الوحدة الوطنية حماية للأمن والخوف كبير من فتنة داخلية وافتعال مشاكل وأضاف ليس هناك من منتصر أو مهزوم اليوم فجميعنا ننتصر أو نهزم ومعا هذا التصريح بن باسيل لم ينسي اللبنانيين الخلاف بين حزب الله والطيار الوطني الحر الذي كان قد نشب على خلفية مشاركة حزب الله في الجلسات الحكومية التي يعتبرها الطيار غير شرعية وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي وتفقم أخيرا مع دخول الحزب في جبهة الإسناد لغزة الذي كان قد خفت حدته في بداية العام الجاري إلا أنه عاد ليظهر بوضوح في نيسان الماضي وخصوصا بعد خطاب نصر الله وكلمة باسيل خلال إفطار رمضاني في جبيل التي عدت من كبال كثيرين ردا على نصر الله ولكن كان ممكن أنه لبنان ما يحمل أي مسؤولية في كلمته دعا السيد نصر الله ممن أسماهم الأصدقاء والخصوم إلى إعادة حساباتهم مشددا على أن محور المقاومة ذاهب إلى انتصار كبير وتاريخي على حد وصفه من جهته سريعا ما رد باسيل قائلا أنه عندما يعتقد أحد أنه يمكنه التحكم ببقية إخوانه المواطنين وينتصر على إسرائيل فهو وهم وتابع مؤكدا على ضرورة الحرب التي قال أنها ليست في صالح لبنان متسائلا عن مغزرة بطلبنان بصراعات ليس لنا فيها وكلفتنا أثمانا كبيرة وتابع متسائلا لصالح من ومن أجل من نمدد هذه الحرب في المجمل يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تحديا للعلاقة بين طرفي تفاهم مارمخايل خاصة مع التطورات الكبيرة على الساحة الميدانية وعودة المباحثات والضغوط حول تعيين رئيسا للجمهورية موسيقى